اهلا يا حسني ازايك؟ ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك؟ انا طبعا ممسوطة ان انا بكلم يعني اول مرة في التليفزيون واول بردامك يبقى مع حضرتك لانك يعني جالي عني قدتك الله يكرمك يا حسني اهام وبرضو يدي مزلم على فاضلت الشيخ اهام انا كنت عايزة اسأل عن حاجة دي اول حاجة هي ثلاثة الرحم ما بيني ما بين عماتي اه؟ اه ثلاثة الرحم بيني ما بين عماتي اه اه من ثمان جدا هم يعني فعليهم المشاكل وانا والدتي واخواتي اتقابينا منهم كتير جدا واحنا اللي كنا بنصل الرحم كل مرة وبنرجع نتكلم كل مرة بس كانت كل مرة بقى بتحصل مشكلة منهم هم ومشكلة بتنتهي في الاخر بخصام وخناء واخر مشكلة حصلت هي كانت مد يعني مدوا قديهم على والدتي وضربوها ضرب مبرح وهي ما خدتش حقها وقولنه وفهدنا العمر ربنا فدلوقتي انا عايزة اعرف لو احنا مثلا بنتكلمش بالوقتي وماما خلاص هي يعني هي خلاص هي قذبيني قفلت من الموضوعنا هل ده في يعني تكتروا على ماما وضربوه على؟ اه اه يعني كانت المشكلة يعني باختصار انهم وماما وبابا كنت ضيبين بعد فترة وهم بيحب اخوهم فلما بابا دعب وماما رحت المستشفى عشان تشوفوا وقفت كاملهم هم رحوا المستشفى قالولها انت ايه اللي جابت مسلا وضربوها خدوا منها الاشيعة والسحليل وكلهم اتقف عليها وهي كانت لوحدها وكان معاها معاها اخودي صغارين وما ابنت تعمل حاجة. اه. دي المتأكرة مشكلة حصة. وانا طبعا ما اقدرش اعمل حاجة لان انا يعني في الاول في الاخرى هم عميت يعني ما اقدرش ابتصل اه ازع او او اشتم او اي حاجة. ام. فانا عايزة اعرف لو احنا مسلا اعطانا معاهم خلاص لاني فانا احنا اكتر من مرة على المدار السنين اللي عزلها معاهم كل مرة احنا اللي بنصل للراحل وفي الايها خلاص احنا يعني خلاص جدنا اخرنا. فعايزة عرف اذا كان ده في في يعني علينا ولط عند ربنا ولا ولا دا ايه يعني ماشي. لا هو يعني هيكون انها مسكت نفسها انه انا امي مثلا تضرب علقة وهي مسكت نفسها وما ردتش عليهم ده قمة الاخلاق بصراحة. طبعا. انما هل هي مطالبة انها يعني تبرهم وتسأل عليهم وهما ضربين امها علقة. واستكتروا عليها اتكتروا عليها وضربوها. اللي مطلوب اصددوا الحل. حل الموضوع. وحل الموضوع لا يتأتى الا بالصلح والاصلاح. ده هي لو عايزة تعمل للصح مطلوب ان احنا نصلح تصلح عماتها على امها. فينبغي رقم واحد ان العمات يعرفوا انه اذا كان احنا نسمع من طرف واحد ان العمات يعرفوا انهم اخطأوا في هذا التصرف ويجب عليهم ان هما يروحوا يعتذروا لهذه المرأة ويستردوها. ده رقم واحد. العمات عملوا كده. خلاص اصطلحنا بقينا كويسين. وده الحل الوحيد ما فيش حل تاني. العمات ما عملوش كده. فالام لا تصلهم. خلاص الام ما توصلش خلاص. تتخلىها في مكانة. لغات لما يجوا يعتذروا لها. ولغات لما يجوا يردوها. ويستلحوا معها. طول ما هو ما عملوش. هي ملهاش انها تروح. خلاص كده. انما البنت نفسها مطالبة بصلة العمات. ما الام هتزعل. انا واخد بالي. انا بقول لحديدك بقى ان هنا عشان كده انا قلتك يا لها حل وحيد. ان هو الصلح ما بين الطرفين. وان تعتذر العمات الى الام. هو ده المفروض. ده اللي يحصل. ده ما حصلش. فالام لاوزر عليها في انقطعت. خلاص. لاوزر انها تم الاعتداء عليها. وتم ظلمها. ويبغي ان تترضى. واصلا الام عليها. عليها حاجة انها ترد. ترد. اخوات جوزها. ايوة. خليني عارفين. ان الزوجة لازم تروح لحماتها. وان الزوجة لازم تروح لعمات. اخوات جوزها. لازم ده بيحصل. ده بقى من باب ايه. فين القاعدة اللي بتقول كده. اه. القاعدة بتقول ما لا يتم الواجب الا به. فهو واجب. اه. يعني انا ابني ابني انا مش هيعرف يوصل خاله الا اذا انا مصالح خاله. اه. فكده اصبح واجب. ده واجب على ابني ان يعمله. فلا ما لا يتم الواجب الا به. فهو واجب. اه. فهنا عشان كده لازم نقول. ان هنا لازم. وهناك ايضا واجب على العمات. ايضا ان هم يصطلحوا مع ام مرات اخوهم. عشان يمكنه بنت اخوهم من صلاتهم. يعني خلي بالك الواجبات هنا متبادلة. اه. يعني مش مش عالبنته فقط ان هي توصل. لا ده هي عالبنت ان تصل حتى تأتي الى الاصلاح. وحتى تأتي الى الصلح. هذا هو المقصود. لما تروح تكلم عميتها تعاتب عليها. وتقولها انت عملت كذا. وتصرفت كذا. وتصرفت ده ما كانتش كويس. وانت المفروض تصلح ماما. وانت اللي غلطانة. تما نقعد مع بعض ونعمل قاعدة. تما ندخل فلان. تما ندخل علان. يعني حد من الاقارب. حد يعني يكون يعني حكيم في المجلس. وحد كبير في السن. يقعد. يقدر يسيطر على الموقف في الحكم. هو ده اللي المفروض. احنا بنعمله في الحل اللي زي ده. انما هي لا يجوز لها ان تقطع. لان رجلا. قال للنبي عليه الصلاة والسلام. يا رسول الله. ان لي اهلا اصلهم ويقطعون. واحلموا عليهم ويجهلون. حدك قلت ان التصرف ده. تصرف منتهى الحلم ومنتهى الجزء ومنتهى الادب. خلاص كده. واحلموا عليهم ويجهلون. يعني بيعملوا اوسخ وقلعن من هذا. ها. قال لئن كنت كما تقول. فكأنما تسفهم المل. يعني الرماد الحار. ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. يعني المعنى انك انت تفضل مستمر في هذه الصلة وفي هذه المواد ده. فهو ده ده الحكم الشرعي. ده حكم الشرعي.